السلام عليكم شاهدوا معي عزائي المشاهدين في هذا الفيديو كيف سأرجع الرسائل المحدوفة من الانستغران قم بالدخول من هنا على ميسنجر إذا كنت قد حدفت الرسائل وتريد استرجاعها فقط اضغط من هنا على ثلاث نقاط ثم بعد ذلك اضغط على إيقونة الإعدادات انزل إلى الأسفل واضغط من هنا على الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات لكن قبل ذلك إذا كنت تريد تحويل المسنجر إلى اللغة العربية ادخل إلى قناتنا على هذا الشكل ثم انزل إلى الأسفل هنا في قسم المسنجر كل ما تريد معرفته عن المسنجر وصف شامل يشمل جميع ميزات المسنجر ستجد هنا تحويل المسنجر إلى اللغة العربية إن لم تجده هنا قم فقط بالضغط على هذا السهم وابحث عن تحويل المسنجر إلى اللغة العربية في هذا القسم دعونا نعود إلى الشرح بعد ذلك قلنا اضغط على الاطلاع على المزيد في مركز الحسابات ثم بعد ذلك اضغط على المعلومات والأظونات الخاصة بك هنا قم بالضغط على تنزيل معلومات بعد ذلك اضغط على تنزيل المعلومات أو نقلها هنا اختر الملف الشخصي الذي تريد استرجاع الرسائل منه سأختار هذا الملف ثم سأضغط على الثالث هنا يقول لي المعلومات المتوفرة أي كل المعلومات التي توجد لدي بالفيسبوك والمسنجر أو أنواع محددة من المعلومات أنا سأختار أنواع محددة من المعلومات بعد ذلك سأضغط من هنا على عرض المزيد ثم سأنزل إلى الأسفل حتى أجد الرسائل يقول لي هنا قد يستغرق التنزيل وقتا أطول سأضغط عليها بعد تحديد الرسائل سأضغط من هنا على العودة يقول لي تم تضمين واحد نوع من المعلومات سأقول له التالي تنزيل إلى الجهاز أو نقل إلى الوجهة أنا سأتركها في تنزيل إلى الجهاز ثم سأضغط على التالي بعد ذلك هنا يقول لي نطاق التاريخ سأختار التاريخ المحدد مثلا إذا كنت تريد استرجاع الرسائل من السنة الماضية أم آخر ثلاث سنوات أم كل الوقت أم ثلاث أشهر فقط أو الشهر الماضي مثلا أنت حدفت الرسائل البارحة وتريد استرجاعها اليوم سأضغط من هنا فقط على الأسبوع الماضي بعد ذلك هنا سأضغط على حفظ الإشعارات هنا يقول لك اختر الجيميل الذي سنرسل لك فيه الإشعار ونقول لك نسخة الرسائل موجودة لتنزيلها أنا سأختار هذا الجيميل ثم هنا في التنسيق يقول لي إما هاشتعميل أو جسون أنا سأختار هاشتعميل جودة الوسائط سأختار متوسطة إذا كنت تريد استرجاع بعض الصور أو الفيديوهات واخترت جودة عالية فيستغرق ذلك وقتا طويلا لذلك احذر جيدا قبل اختيار عالية لأنك ستنتظر كثيرا لتنزيل النسخة أنا سأختار متوسطة ثم ذلك سأضغط من هنا على إنشاء ملفات يتم حاليا تجهيز المعلومات التي طلبتها لتنزيلها الآن كل ما عليك هو الانتظار بعض الوقت لكي يصلك الإشعار في الجيميل الخاص بك ويخبرك بأن النسخة جاهزة للتنزيل بعد ذلك تنقر تدخل إلى هنا وستجد المعلومات هنا موجودة لتنزيلها بدل إلغاء ستجد تنزيل اضغط عليها وهكذا سيتم تحميل النسخة مثلا سأنتظر وأعود إليكم الآن عزائي المشاهدين لقد تم الانتهاء من تجهيز النسخة الخاصة بالرسائل هنا سأضغط من هنا على تنزيل ثم يطلب مني إدخال كلمة السر لكي يتأكد من أنه أنا صاحب الجهاز وليس شخص آخر يريد سرقة معلوماتي الخاصة سأقوم بإدخال كلمة السر وأعود إليكم الآن عزائي المشاهدين بعد إدخال كلمة السر يطلب مني التنزيل إما عن طريق جوجل كروم أو تطبيق الأنترنت أنا سأختار جوجل كروم ثم سأضغط على جوست عن اختيار مكان التنزيل يمكنك اختيار أي ملف لتنزيل فيه هذا الملف أنا سأختار هذا الملف في عملية التنزيل ثم سأضغط على تنزيل الآن هذا هو الملف الخاص بي تم تنزيله يمكنني الدخول إليه عن طريق الملفات من هنا اضغط على ملفاتي ثم اضغط على ملفات محملة وستجده هنا اضغط عليه يقول لي فك الضغط هنا سأقوم بالضغط على فك الضغط هنا الأشخاص الذين رسلتهم خلال هذا الأسبوع فيمكنك اختيار الشخص المحدد الذي حدفت الرسائل التي بينك وبينه وتريد قراءتها من جديد مثلا أنا سأختار أي شخص من هنا سأختار مثلا هذا الشخص ثم سأضغط على ميسج عرض كاشتعميل وهذه هي الرسائل التي بينني وبين هذا الشخص وإلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بإعجاب واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد